الكرسي لما يتحرك يساعد مساكن سبايا اكيدكم عمشوف قناتي ميت عبدالجليل اذا عمشوف قناتي الاول مرة خليني اجي هيك شوي عشان شو الاو سي دي طبعي لانا لازم اكون في نصف الفريم اذا ما قد في النصف وانا بعمل ايديت رح يكون عندي حالة مرفزة بنات انا عندي او سي دي ياس بحب كل شي في محله كل شي لو لقيت شي يعني مو في محله بحس ان انا معصبة هداك اليوم اختي قاعدة حدي عالفكرة اختي اجيت مصفر سابي زي ما ما شفتها اي 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 اوكي كانت قاعدة وكان في علاقة بتياب محطوطة بس مو بمحله محطوطة عالدولار من برا انا قاعدة عم بحكي معه وقاعدة عم طلع فيه بتالي شو بكي بقى لها هاي مو موجودة بمحلقة لي لا ايه دي خلاص حبيبتي انا حايمة علاقتها عن جد اذا الشي مو موجودة بمحله انا ما بقدر انا ما بقدر لهيك انا غرفتي يعني غرفتي مكتبي مستحيل حدا ينظف لي ايهم او يرتب لي ايهم انا دايما برتبون لحالي وعم حاول ان انا ابرز او احط هيدا شي ببنتي مع انو بنتي يعني لسه صغيرة عمري سبع سنوات بس شوي شوي اعد عم علما ان هي اللي ترتب سريرة هي اللي تهتبى باغراضة هيدي القصص بس انوي ما ادخلوا بموضوع الفيديو بس انو حبيت اشاركم هيدا الشي عم تشوفوا قناة ميتا عبدالجليل اذا عم تشوفوا قناتي الاول مرة اكيد ما تنسوا تعبلي سبسكرايب وفولو مية على كل موقعات تواصل الاجتماع اللي صاروا كتير 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 ونحنا الفروينسرز بتطلنا ملحقين عليهم وهيدا هو موضوع فيديو اليوم اكيد ما تنسوا بنات كمان تكتبوا لي بالكومنت اذا حابيني احكي عن اي مواضيع معينة انا بقناتي بحكي عن كل شي كل ما يخطر عبالكم لتولي كل ما يخطر عبالكم كل شي موكي ميكاب عنايه بالشعر عنايه بالجسم مواضيع مختلفة اشي كتير حتى الاشياء التكنيكل مثل الفيديو اليوم وموضوعنا اليوم معنا الانستجرام ريلز هل تستطيع؟ موضوعنا اليوم مع الانستجرام فيتشير الجديد الي هو الانستجرام ريلز مثل ما قلت لكم موقع تواصل اجتماعي صارت الفيتشير تبعها تزيدة 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 وانستجرام دي اربان كليفر عفكرة اول شي لاحظنا قبل فترة جزء كتير كبير من الفولوورز او الناس المستخدمين تابعون انستجرام رحوا للسناب شات وكان السبب الاساسي لهيدا الشي هو انه السناب شات بيعمل فلترز كتير حلوين والبنات صاروا يستخدموا الفلاتر طبعا للسناب شات لحتى يصوروا وتوجهوا للسناب شات اكتر فالانستجرام شو عمل؟ دي ابجريدت الفلاتر طبعا وصارت حتى فيه فلاتر بالانستجرام احلى من فلاتر السناب شات ونفس الشي صار يعني بفترة الكوارنتين لقوا انه صار التك توك هب هبة غريبة لقوا انه صاروا فيه مستخدمين بالتك توك من كل الفئات من كل الفئات صغار كبار بالعمر اشخاص بدهم يوجهوا رسائل اجتماعية سياسية اقتصادية يعني التك توك معد مقتصر بس على انه متل ما كنا نفاكرين اول ما اطلع انه اغاني ولبسنج اندعطت لأ صار فيه كتير موضيع وفيه موضيع كمان كتير مفيدة فشو عملوا الانستجرام قالوا لأ الموضوع حيك خرج من ايدنا وصار التك توك يسحب الفولوورز تبعنا فنحنا قررنا كالقاته نحنا نعمل شغلة بالانستجرام شغلة فن شورت لذيذة زريفة كتكوتا وهي انه نعمل شغلة اسمه انستجرام ريلز يس ليش كان فيه صعوبة او فيه فرق بين الانستجرام وما بين مثلا كل مواقع توصل اجتماعي اللي هي سنابشات والتيك توك سبيشل لي هذين الاثنين الانستجرام اللي حتى تنزلي صورة او تنزلي فيديو خلينا نحكي عن الفيديو لان انا عم قارن فيتيوب فيديو فيديو تك توك او فيديو سنابشات الفيديو اللي حتى تصوريه للانستجرام فيت فانت بدك تحضري فكرة تصوري تمنتجي تحملي الفيديو صح ولا لا لانه ما في فيتشل انت تصوري مباشرة من البروغرام بينما التك توك والسنابشات فيك ديركلي تصوري وتضيفي تكست وتضيفي موسيقى وتعملي اللي ما ينعمل وانتي قاعدة هيك مرتاحة فلو انه الناس عم تروح للأسهل فحبوا يسهلوا للناس الانستجرام بشغلة اسمها انستجرام ريلز اكزاكلي اكزاكلي نفس التك توك يعني نفس تصوير التك توك بنفس الفيتشورز بالاضافة انك فيك تحطي الفيكس فيك تحطي فلاتر فيك تعملي كتير قصص كتير قصص برعت يعني مو انه شغلة شغلتين لا فيك تعملي كتير قصص وهلا خليني اقلكم ليش اذا انتي بدك تنمي الانستجرام تبعك لازم تستخدم الريلز بدي اقلك شغلة الانستجرام لما ينزل اي فيتشور جديدة فهو بيدعمها تودا ماكس يعني الاخر شي بيدعمها 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 اوكي هلا رح افتح الانستجرام تبعي بمجرد ما افتح الانستجرام اجي عند علامة السيرش او علامة البحث رح يطلع اول شي عندي على ايد اليمين الريلز فالانستجرام دي بوش الريلز رح يخلو الريلز تطلع بكل مكان عند كل حدا باي مكان بالعالم لحتى يخلو هايدي الفيتشور تنجح رح تنجح رح تنجح ما في حال بديل للاثنين طيب لو اجيت مثلا بدي اعمل هاشتاج اجيت عالتاكس بدي اعمل اه مثلا and love love search هايو خلينا نشوف شو اول شي رح يطلع اول شي طلعلي على اليسار الريلز فالاذا انت هلا بدك تنمي حسابك now it is the time ان انت تستخدمي الريلز لحتى تقدري تشريح حسابك فالانستجرام قاعدين عم ياخدوا المحتوى اللي الناس عم تنزلو وديسبردت جلوبالي لكل العالم طيب كيف انا اوصل للريلز باجي هون على العلامة تبع الريلز لنفس علامة الفيديو تحت مثلا انا بدي انا نزلها الريلز باجي انا هون بدوس على علامة الكاميرا وبدي اتذكر شغلة كتير مهمة بنات انه هو نفس تيك توك اكزاكلي فيه ان اصور من خلاله مباشرة فيه ان انا اخد فيديو من الجاليري تبعي فيه ان اضيف تكست فيه اعمل كتير قصص طبعا فيه اختار اول شي من 15 او 30 ثانية بدي مثلا اختار اغنية من هون بختار الجزء لطبعا الاغنية بتطلع لكم اللاركس انا اخترت نصا هيدا الجزء بتعملو دن بعدين بدي احط فلتر بعدين بدي اخلق السبيد فيه اغير السبيد هون فيه ان احط التايمر انه يبلش مسا هون ست تايمر طبعا هابلها بس لانه عم ترجيقن اوكي فيه ان انا هون اكتب اي شي بدي ايا فيه احط استيكر فيك تحملي دايركلي من هون من السهم وفيك تعملي شير تو هون تدوسي على الكور تختاري الجزء تبع الكور اكتبيت تكتبي هون هاشتاج ما بعرف شو بعمل ايا شي هاشتاج فن هاشتاج سينجينج هاشتاج لونلي المهم تكون الهاشتاج مناسبة للمحتوى اللي انت بتعمليه اوكي اذا بدك انت الفيديو هذا ينزل بالفيد تبعك فخلي هيدا العلامة اون لكن اذا ما بدك ينزل بالفيد بس ينزل بالريلز سكريها وعملي شير تو ريلز او سيف تو درافت فانا بسنا بدك اعملها سيف تو درافت برجع انا كيف تقدري تعرفي وين الريلز طبعك تيجي عن صفحتك الرئاسية تيجي هون عند علامة الريلز رح تلاقي ان انت عندك هيدا درافت اوكي والشغلة التانية بالريلز فيا ان انا اعمل هيك اخطار فيديو مباشرة من الجاليري هذا واقل له سكيل عشان يوسع بعدين اقل له اد هون فيا احط الفلتر اللي بدي اياهم هون فيا اكتب love my life اوكي فيا ان انا بمجرد ما اضغط على كلمة love my life فيا احطه هون اخليها بس تطلع هون واغير المكان تبع هايو done share to reels احط الصورة اوكي done i مسا اكتب انو i decided i decided i decided تصور الشي تعملي الكوفي تبعيك الصبح تعملي انبوكسنج so thank you so much for watching i love you to the moon and back ما تنسو اكيد subscribe to my channel and بشوفكم فيديو جديد بابعرف شو المحتوى يعني انا كل مبلائي محتوى هيك بحسو انه رح يفيدكم بقدملكم يا love you اختكم forever and ever and ever مت عبد الجليل اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر